السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم والله شباب واليوم عندنا لكم مراجعة مهمة وكنتم تضررونها الزت 3 من سوني كان اعلان مفاجأ من سوني واليوم بنقدم لكم نظرة عليه وبنجاوب كثير من أسهلتكم المهمة ومنها كيف يفرق عن الزت 2 أعرف أن في كثير منكم شروا الزت 2 مؤخرا ويجي هذا السؤال على بالهم ورح نتكلم عن مجموعة من الفروقات بين الجهازين فعندنا هنا الزت 3 معنا وأيضا الزت 2 وخلونا نلقي نظرة على الزت 3 ونقارنها شوي بالزت 2 في البداية خلونا نلقي نظرة على تصميم الجهازين ويمكن الآن يمديكم تشوفون طبعا بستنا أننا عندنا جهاز هنا أبيض وهنا جهاز أسود لكن بشكل عام التصميم يعني تقريبا مطابق في فروق يمكن ما تبين معاكم هنا الأكسبيريا الزت 3 اللي على اليسار هنا أقصر وأقل عرضا وأنحف وأيضا أخف وزنا من الأكسبيريا Z2 طبعا أرقام بسيطة جدا يعني نتكلم عن ملي 2 ملي بالوزن أيضا يعني 10 قرام 5 قرام شي بسيط جدا ما يلاحظ لكن يعني سوني شدت حيلها بحث أنها تصغر تصميم الأكسبيريا Z بشكل عام قد ما تقدر طبعا واحد من الأشياء اللي الأكسبيريا Z2 يعني أو Z3 حتى لسه يعتبر فيها مش مواكب للجوالات الثانية أن المساحة البزل اللي هي تحت هنا من طرف الشاشة إلى نهاية الجهاز وفوق من طرف الشاشة إلى بداية الجهاز لا زالت كبيرة مقارنة بالجوالات الثانية يعني لو نصف الجوالات الثانية المنافسة جنبهم راح نلاحظ دائما أن سوني عنده مساحة أكبر في المنطقة الأمامية والسفلية لكن الجهاز حافظ على نفس التصميم عندنا سماعات سبيكر الأمامية هنا تغير شكلها صارت صغيرة أوكي وهنا على الأكسبيريا Z2 كانت أعرض وبنفس لكن يعني الأداء متشابه لا زال ما يوصل للHTC1 لكن يمكن مستقبلا لكن شي جيد أن نشوف سماعات سبيكر أمامية على الجهاز من الجهاز الخلفية يمكن عشان هذا الجوال أبيض ما يبين عليه الكلام الصح لكن الجوالين متطابقين تماما من الخلف نفس الظاهر الزجاجي المعروف الجهاز شكل جدا جدا عنيق بشعار سوني شعار أكسبيريا الكاميرات كلها في الزاوية وفوق يسار تقريبا من الخلف الجهازين متطابقين وما في أي فرق أتكلم عنه فاللي شاف Z2 من قبل Z3 ينطبق عليه نفس الكلام الآن من الجانب الوضع مختلف شوي في شوية تغييرات ويمكن تغيير الأكثر تأثيرا بالنسبة لي أن الأكسبيريا Z3 صارت الحواف حقته مقوسة يعني عندنا هنا تقويس أكثر من Z2 هنا الزاوية مستقيمة تقريبا فهذا واحد من الأشياء الممتازة في Z3 أكثر جوالات إكسبيريا Z راحة أثناء المسك باليد وسببه الأطراف المقوسة كويس أن سوني سمعت الملاحظات الخاصة بالمستخدمين بخصوص هذا الأمر باقي الأشياء يمكن نلاحظ أنها باقي زي ما هي زر الكاميرا موجود في الجهة هذه نفس ما هو تقريبا شكل الزر تغير شوي هنا أقل بروزم في Z3 زر الصوت في Z3 صار أطول بشوي من اللي موجود في الأكسبيريا Z2 يمكن عشان يصير استخدامها أسهل هذه المرة زر الباور في نفس المكان تقريبا فيه تغيير ببسيط في الشكل لكن لازال الزر شوي غريب يعني ما هو مريح مثل استخدام زر القفل في الأجهزة الثانية أخيرا هنا الفتحات أيضا شكلها تغير بحيث تتناسب مع التصميم الجديد المنحني للإكسبيريا Z3 اللي موجودة في Z2 فتحها جدا سهل وأيضا تركيبها جدا سهل الأمر هذا مستمر أيضا مع Z3 الفتح جدا سهل والتركيب مرة ثانية جدا سهل وبالحديث عن هذا الشيء طبعا كلنا نعرف أن الفتحات هذه أو التكفيل للأزرار والمنافذ موجود في الأكسبيريا Z3 لأنه مقاوم للماء والأتربة ونفس الشيء Z2 مقاوم للماء والأتربة لكن تصريف تصنيف آسف Z3 من ناحية المقاومة Z2 كان مقاوم للغبار Z3 مضاد للغبار يعني مفروض حسب التقييمة اللي أخذ الجهاز أنه ما يتأثر بالغبار نهائيا نتكلم الحين عن الواجهة من ناحية الواجهة السوني قلرت أنها تحافظ نفس الشاشة 5.2 إنش 1080p نفس النوع IPS نفس الشاشة تماما في الجهازين لكن في أشياء فروقات احنا لحظناها مثلا عندنا في Z3 الإضاءة القصوى صارت أفضل بكثير مما كانت عليه في Z2 وصورنا لكم هذا المقطع بره وكنا مواجهين الشمس تماما يعني نقدر نقول أفضل وضعية للشمس عشان تخرب علينا تصفح الجوال وزي ما تشوفون نقدر نستخدم الجوال بشكل سهل نقدر نشوف وش صاير يعني أداءة في الشمس صار أفضل بكثير من أول الإضاءة العليا صارت ممتازة جدا على الـ Xperia Z3 يعني من أفضل ما رأينا في الجوالات الذكية اللي بهذا الحجم ونفس نوعية الشاشة سوني قررت تسوي تغيير بسيط رح أشرح لكم إياه الآن عن طريق أني بقرب الصورة على Z3 ووريكم كيف تغير الوضع من ناحية درجة الـ White Balance اللي هو يأثر على نوعية عرض الألوان وطريقتها في الشاشة رح تفهمون أكثر لما نشرح لكم الآن نشوف الشاشة أمامنا هذه إعدادات الـ White Balance اللي حطتها سوني في الجهاز وزي ما نشوف كيف طريقة ظهور الخلفيات الأبيض الرمادي اللي موجود إحنا نقدر نعدل عليها بنفسنا أنا ما عجبتني لعدادات الأساسية اللي حطتها سوني بشرح لكم ليش الشاشة تلاحظ عليها درجة لون أخضر أو أزرق زيادة عن اللزوم وطبعا سوني معترفة بهذا الشيء وهي تبرر تقول أن السبب اللي خلانا نسوي هذا الأمر أنه فيه كثير ناس يحسبون أن الشاشة إذا زاد درجة لون الأخضر أو أزرق فيها أنها تبين لهم أن إضاءتها أعلى من المعتاد عموما أنا عدلتها بشكل بسيط بأنني نزلت هذا اللون الأخضر شوي وحسيت أن الألوان كده طبيعية أكثر مما هي كانت عليه طبعا نقدر نضغط على الشاشة هنا ونشوف الفرق يمكن يبين معكم الحين إذا خليت أصبعي ضاغط يبين الشكل الأساسي اللي حطتها سوني وإذا شلتها بعد التعديل اللي أنا أضفته واللي أحس أنه يعرض الألوان بشكل طبيعي أخضر عن طريق تنزيل العداد الأخضر طبعا أنا تمنيت أن سوني تحط الإعدادات الأساسية زي ما كانت في Z2 Z2 كان ممتاز جدا لكن خليتها بطريقة ثانية وأنتوا تعدلونها من هنا فكل واحد يقدر يعدلها بالطريقة اللي هو شوفها أنسب وحطوا حركة هذه أنك تضغط على أصبعك هنا عشان تشوف الإعدادات السابقة عشان تقدر فعلا تقارن وبالنسبة لي بعد المقارنة بعد التعديل أفضل أكيد بشكل عام الجهاز مطابق للZ2 من ناحية الإعداد لكن بنتكلم عن بعض الفروق اللي موجودة كلما يستخدمون ستناب دراجون 801 لكن هذا 2.5 جيجا هيرتس وهذا كان Z2 2.3 2.5 يعني الحين صار مطابق للGalaxy S5 من ناحية المعالج 3 جيجا بايت رام ذاكرة أشوائية 3 جيجا بايت إذن عندنا في فرق من ناحية البطارية هذا الجهاز البطارية 3100 ميلي إمبير بينما Z2 كان 3200 ميلي إمبير صحيح أنها أقل ب100 ميلي إمبير لكن Z3 أفضل في استهلاك البطارية ومن تجربتنا الشخصية قدرنا نشوف أن Z3 يبقى معنا أفضل أكثر بشوي من Z2 فشي ممتاز من سوني نحن قدرت صغر حجم الجهاز قدرت صغر حجم البطارية لكن في نفس الوقت قدرت تحسن الأداء حق البطارية وتخليها تبقى معك أكثر فهذا شيء ممتاز من ناحية العتاد طبعا نفس الشيء عندنا تكملة أن العتاد نتكلم عن الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية لا زالت زي ما هي 20.1 طبعا 20.7 آسف ميجابيكسل نفس الكاميرا اللي موجودة في Z2 لكن من تجربتنا الشخصية حسنا أن الأداء الخاص بالألوان عرض الألوان في الكاميرا كان أحسن وسوني رفعت حساسية الآيزو الآيزو موجودة في الكاميرا هذه أفضل من الكاميرا السابقة يعني نقدر نقول أنه بشكل عام فيه تعديلات طفيفة داخلية في الكاميرا خلت الأداء بشكل عام أحسن من كاميرا Z2 طبعا أنا أحب أوضح حاجة بخصوص Xperia Z3 اللي موجود معي واللي موجود في الشرق الأوسط بشكل عام وهذا بيكون هنا عندنا نفتح الفتحة هذه أوكي لا مو هذه غلط الجهة الثانية الفتحة الخاصة بالشريحة ورح نلقى هنا الاختلاف اللي عندنا الفتحة رح تتحمل وجود شريحتين السبب أن الجوال Xperia Z3 اللي رح ينزل عندنا بيكون ثنائي شريحة في كل الأسطرات اللي بتصر في الشرق الأوسط وراح يكون سعره 3000 درهم أو 3000 ريال في البداية سوني قالت 3350 ثم شفت ردة فعل الناس وخفضت السعر إلى 3000 ريال أو 3000 درهم أو أن هذا السعر كان سعر مبدئي وبعدين اختاره السعر النهائي فلذلك هذا السعر اللي بيكون بالنسبة لسوني بيكون مسعر 3000 ريال وبيكون فقط ثنائي الشريحة إذن في الختام خلونا نتكلم عن Xperia Z3 هل هو جوال ممتاز؟ نعم جوال ممتاز ممتاز قد ما كان الزد 2 ممتاز وحسن عليه بعض التحسينات يعني لا زال يعني يعتبر خيار ممتاز لشريحة كبيرة من الناس خلونا نفصلهم واحد واحد خلونا نتكلم اللي كان عندهم Xperia Z1 ودك تطب في Z3 خيار ممتاز لك لكن القرصة شوي بتكون في السعر 3000 ريال يعتبر سعر مبالغ فيه حتى على هذه المواصفات اللي كان عندهم Z2 ما أشوف أي سبب إنكم تسوون ترقية للZ3 حاليا هو يعني سوني حطته كخيار للأشخاص اللي مثلا ما لحقوا شراء على وقت Z2 لسه للحين يبغون يشترون سوني فيكون عندهم خيار في ترقية شوي في المواصفات عشان يلاحقون على الجوالات اللي زي LGG3 والأشياء الجديدة اللي نازلة بحيث أن سوني دائما يكون عندها في السوق جوال منافس فاللي عندهم Z2 ما أعتقد إنه خيار مناسب إنهم يرقون للZ3 اللي ما كان عندهم لا Z1 ولا عندهم Z2 ويدورون جوال ممتاز الحين Z3 واحد من أحسن الجوالات اللي موجودة سوني تتميز بشكل كبير بالتصميم الراقي للجوال يعني لما نشوف المواد اللي مصنوعة منها الجوال الزجاج الأمامي الزجاج الخلفي أيضا الجوانب المعدلة حاليا من الزتو طريقة أفضل لتقديم الأكسبيريا هذا أفضل جوال من ناحية التصميم شفناه على الأطلاق وطبعا من ناحية المواصفات ما يحتاج نتكلم عن هذا الشي في كل شي تقريبا قدم تحسين حتى البطارية رغم أنها أصغر بشوي لكنها أحسن أداء فهذا هو الأكسبيريا Z3 أنا راح أعطيه طبعا ثمانية من عشرة السبب السعر السعر ثلاث ألاف ريال كثيرة جدا وما عرف إيش السبب أو الخيار اللي خلّه سوني تختار أنها تفرض علينا هنا في الشرق الأوسط شريحتين ما يعطونا خيار الشريحة الوحدة ما أدري أشه هو السبب لكن هو شوي غالي لكنه بالتأكيد سعر فأتمنى أن تكون المراجعة والمقارنة أعجبتكم عطونا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة هذا دعم كبير لنا قربنا نوصل المئة ألف مشترك يا شباب ساعدونا وإن شاء الله نعطيكم السعرضات أكثر مستقبلا كان معكم محمد البسيمي من موقع Electroni.net وأشوفكم في فيديو قادم مع السلامة